موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة يو اي تي في في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وهذه أبرز العنوان البرلمان البريطاني يصوت على تعديل اتفاق بريكسيت اتهامات لروسيا بمحاولة شحن 20 طن من الذهب الفنزولي وبهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف النيتو رئيس اوكرانيا يعلن الترشح لولاية رئاسية ثانية أهلا بكم صوت النواب في البرلمان البريطاني على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكسيت الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي وخصوصا تغيير بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وقبل التصويت على التعديل الذي أيده 370 نائبا مقابل معارضة 300 ونائب واحد اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن هذا التعديل الذي طرحه المحافظ جراهام بريدي سيمنحها تفويضا لتفاوض مجددا الأمر الذي لا تزال بريكسيل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكسيت المجلس أكد أنه لا يريد مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أوافق على أننا يجب أن لا نغادر هكذا ستقوم الحكومة الآن بمضاعفة جهودها لإبرام معاهدة سيتم دعمها في البرلمان هذا هو من المقرر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 تم الاتفاق على معايير وثيقة بريكسيت من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروسل بعد 18 شهرا من المفاوضات وعيداز عمال اتحاد الأوروبي الاتفاق ومع ذلك رفض مجلس العموم البريطاني هذا الاتفاق في 15 يناير الجاري في فينزويلا كشف نائب معارض أن طائرة الروسية وصلت إلى كاراكاس تستعد لتهريب 20 طن من الذهب خارج البلاد إلى جهة المجهولة ما أثر موجة من الغضب والتكهنات وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن المشرع الفينزويلي خوسي جيرا أعلن خبرا سائقا على تويتر مؤكدا أن طائرة الروسية من طراز بوينغ 777 هبطت في العاصمة كاراكاس قبل يوم لتهريب 20 طن من الذهب من خزائن المصرف المركزي هذا وكان خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا لفينزويلا قد طلب من السلطات البريطانية منع وصول الرئيس نيكولاس مادورو إلى احتياطات الذهب الموجودة في بانك إنجلترا في شأن الداخل الأوكراني أعلن رئيس الأوكراني بيترو بوروشانكو ترشحه لقيادة البلاد لفترة رئاسية ثانية والهدف كما قال الحفاظ على مسار أوكرانيا من أجل انضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وخلال المنتدى الذي جاء تحت عنوان من كروت إلى بروكسل نحن نسير بطريقتنا الخاصة الذي نظم بالعاصمة كييف قال بوروشانكو إنه بحلول عام 2024 ستقدم أوكرانيا طلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وستتلقى خطة العمل الخاصة بعضوية حلف النايطو وتبدأ في تنفيذها وخلال المنتدى أعلن كل من المدعي العام ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء الأوكراني دعمهم للرئيس بوروشانكو لا توجد دولة واحدة غير عضو في حلف شمال الأطلسي لديها علاقات وثيقة مع الحلف كما هي الآن أوكرانيا لكنني أشدد على أن العضوية الكاملة فقط في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي النايطو هي ضمانة نهائية لا رجعة فيها لاستقلال الدولة وأمن القومي الأوكراني سوف ندخل أكبر هذه المنظمات كدولة زعيمة إقليلية كدولة عززت بالفعل الجناحة الشرقية للتحالف كدولة لم تحمي نفسها وحسب بل وحامت الحضارة الأوروبية بأكملها من الغزب الروسي وفق مجلس الوزراء على البرنامج الوطني السنوي بين أوكرانيا وحلف النايطو للعام الحالي الوثيقة عبارة عن خطة للإصلاحات الاستراتيجية والتدابير الأخرى لضمان الإعداد المنتظم للبلاد للعضوية في الحلف ينظم البرنامج إصلاح قطاعي الأمن والدفاع وتحويل القوات المسلحة إلى معايير النايطو كما يتحدث عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية والتغييرات في التشريعات الانتخابية ومكافحة الفساد هذه الوثيقة وللمرة الأولى تجعل من المستحيل الدخول في مهام وأنشطة رسمية وغير ضرورية نقدم أولا مؤشرات الأداء وهذا سيمكننا من التحرك بشكل أكثر فاعلية والاقتراب من حلف شمال الأطلسي أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن مقتل أربعة من المسلحين الموالي لروسيا وإصابة ستة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق السراع بإقليم الدنباس وذكرت قيادة القوات الأوكرانية الموحدة أن الجيش الأوكراني قام بتدمير شاحنة كاماز العسكرية عندما حاول المسلحون تعزيز مواقعهم في منطقة بقرية جلوبوك كما ذكر الجانب الأوكراني أن المدافعين الأوكرانيين قاموا بإلحاق خسائر بالمسلحين في الرد على الهجمات التي كانت في منطقة دوكاتشفا كما استولوا على ذخائل وأسلحة من إنتاج الروسي خلال أنشطة الاستطلاع تم اكتشاف كمين للعدو وإزالتهم من قبل الجنود في المنطقة الواقعة باتجاه دوكاتشفا كما تم القضاء على مجمع فاقوت المضاد للدبابات وقادفة القنابل المضادة للدبابات RBG-18 في اليوم السابق لم يصب أي جندي أوكراني قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن إن اقتراح نشر بعثة مشتركة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإغليم الدنباس أمر إيجابي لكنه يحتاج إلى بعض العمل تصريح كليمكن جاء تعليقا على بيان ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجموعة الاتصال الثلاثية مارتين سايدك الذي أعلن عن وضع خطة جديدة لحل الصراع في الدنباس والتي ستحل محل اتفاق مينسك بحسب قوله كليمكن أشار إلى أن مهمة بعثة حفظ السلام لا غنى عنها نريد أن يذهب العنصر الدولي إلى هناك أولا وأن يؤدى الدنباس المحتل لإجراء انتخابات عادية وحرة ونزيهة نحن بحاجة إلى انتخابات حقيقية ونزيهة وحرة عندما لن يكون هناك ما يسمى بجمهوريتين دانيسك والوهانسك الشعبيتين فإننا سوف نتحدث عن أشياء حقيقية بالقرب من محطة كروتي جرت معركة دخلت في تاريخ الكفاح من أجل استقلال أوكرانيا في 29 يناير 1918 خاض طلاب وتلميذ معركة غير متكافئة ضد البلاشفة وأخروا الهجوم على مدينة كيف السلطة السوفيتية أخفت حقيقة المعركة وعلى مدى مئة عام حيكة الأساطير والخرافات حولها قناة تيو اي تي في تحاول من خلال الوثائق المحفوظة وذكريات المشاركين إعادة تركيب مجريات الحدث فلنتابه ذهب البلاشفة إلى الحرب ضد أوكرانيا بعد إعلان المجلس المركزي تعميمه الرابع حيث أعلن في هذه الوثيقة عن استقلال الجمهورية الأوكرانية الشعبية وكان ذلك ردا على انذار لنين هل سيلتزم المجلس المركزي بمساعدة القوات الثورية؟ هل سيتعهد المجلس المركزي بوقف كل محاولات نزع سلاح الأفواج السوفيتية والحرس الأحمر العمالي في أوكرانيا وإعادة الأسلحة فورا إلى من صدرت منه؟ في حال عدم تلقي إجابة مرضية في غضون 48 ساعة سيعتبر مجلس مفوضي الشعب أن المجلس المركزي أعلن حربا مفتوحة ضد السلطة السوفيتية بحلول منتصف يناير 1918 احتل البلاشفة خاركف وبلطابا وكاترين أسلاف المحتوية على تقاطعات هامة للسكك الحديدية ولزافايا وبفلغراد وسيني النيكوفا كما وعززوا مواقعهم في الجنوب في خرسون وميكالايف وعودسا توجه جيشان للبلاشفة نحو كييف من جهة خاركف وهومل بدأت معركة مع قوات الجمهورية الأوكرانية الشعبية في بخماتش ولكنها اضطرت للتراجع إلى بحطة كروتي التي تبعد عن كييف 130 كم فقط في محاولة لمواجهة الخطر أصدرت الحكومة دعوة يائسة لجميع الذين ما زال لديهم أمل في قلوبهم وحول وقوة فيستجيب الشباب لهذه الدعوة فورا ويهبوا للدفاع عن الوطن في الخامس والعشرين من يناير 1918 يتوجه كتار من كييف حاملا المتطوعين وهم طلاب جامعة القديس ولدمير ومعهد البوليتيكنيك كان بانتظارهم في كروتي طلاب المدرسة العسكرية الشبابية ومقاتل القوزاق الأحرار ما يقرب من 600 فرد فقط في ليلة السادس والعشرين من يناير تحدثت بالهاتف مع مورافيوف بدت مطالبه على شكل أمر وكانت كالتالي استعدوا للقاء الجيش الأحمر الذي لا يقهر حظروا الغداء سأسامح الشباب على سوء فهمهم ولكن الضباط سأعدمهم في مختلف الأحوال أجبته كل شيء جاهز للقاء هذا المخطط لتوزيع القوات بالقرب من محطة كروتي رسمه طالب شارك في المعركة اسمه ميكولا ألينيك تحرك من جهة بخماش جيش مورافيوف البلشفي الموحد وكان يضم وفقا للتقديرات المختلفة من أربعة إلى ستة آلاف جندي وبحار بدأت المعركة قرابة التاسعة صباحا وحسب ما يتذكر المشاركون استمر القتال حتى الغسق وجدنا أن العدو يملك قطارين مدرعين لهم تصميم جيد وبطارية مدفعية مباشرة وما يصل إلى ألف من المشاد وألف وخمسمائة بحار من البلطيق بقي في العمق كتيبة من المقاتلين تحمل اسم ترسا شيفشينكا وكان عليها دعم جيش الجمهورية الأوكرانية الشعبية من جهة نيجن ولكنها وقفت إلى جانب البلاشفة أمر المتطوعون في كروتي بالتراجع أعطت القيادة أوامرها من خلال الصفوف للشبان بالتراجع ولكن في مكان من الطريق تبدل الأمر وسمح الطلاب المئة أنه يتوجب عليهم الهجوم 27 مقاتلا من الطلاب تخلفوا عن رفاقهم ووقعوا في أسر البلاشفة قتل جميع السجناء بوحشية كانت رؤوسهم مهشمة وأسنانهم مكسورة وعيونهم مبقورة بعض الجثث لم يمكن التعرف عليها بسبب درجة تشويهها أخرت معركة كروتي وجوم البلاشفة على كييف عدة تائيا وأتاح هذا لحكومة الجمهورية الأوكرانية الشعبية إبرام معاهدة سلام بريسلي توسك وإعلان استقلالها اعترفت الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى بأوكرانيا في الأول من مارس 1918 غادر البلاشفة كييف وبعد ثلاثة أسابيع وعيد دفن رفاة الذين دافعوا عن العاصمة بالقرب من كروتي في مقبرة أسكولد ختام نشرة اليوم مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، وتويتر شكرا على حسنا المتابعة ودعمتم في دعاية الله وحفظ